سادساً مضاعف الضريبة بنقول كما أن للحكومة دور كبير في زيادة الانفاق الحكومي كأحد أدوات السياسة المالية التوسعية فإن لها دور كذلك في تحقيق الانكماش الاقتصادي من خلال الضرائب وذلك بهدف معالجة بعض المشاكل الاقتصادية التي واجهها المجتمع مثل ظاهرة التضخم بنقول ما هو تعريف الضريبة الضريبة ما هي إلا جباية تفرضها الدولة على دخل الأشخاص والمنشآت التجارية وتسمى في هذه الحالة بالضريبة مباشرة أو تفرض هذه الجباية على الانفاق وتسمى ضريبة غير مباشرة زي بالضبط ضريبة المبيعات وضريبة الانتاج والاستهلاك وبنقول أن في علاقة شديدة الارتباط أو ارتباط وصيق ما بين الانفاق الحكومي والضرائب حيث أن أي زيادة في الانفاق الحكومي بتتطلب تدبير موارد مالية لتمويل هذه الزيادة وغالبا ما يكون ذلك عن طريق الضرائب بنقول وتنقسم الضرائب من حيث طريقة تحصلها إلى قسمين في طريقة سبتة وضريبة النسبي ففي البداية دلوقتي هنتكلم عن مضاعف الضرائب السبت عايزين نجيب دلوقتي مضاعف الضرائب السبت في البداية لابد أن نفترض أو هنفترض في البداية وجود اقتصاد مغلق يعني ما فيش عندنا تجارة خارجية أو تجارة دولية ولا دور للعالم الخارج ففي هذه الحالة بنقول إن الدخل بتاعنا y بيساوي c زائد i زائدון g هنشوف دلوقتي c بتساوي a؟ ونشوف the i بيساوي a؟ والg بتساوي a؟ السي بتساوي a اللي هي الاستهلاك الذاتي زائد b الميل حد الاستهلاك في yd ال-Y-D هنا دلوقتي يعني الداخل المتاح خلاص وال-I هي ال-I-0 وال-G-G-0 وال-T هي الدرايب السابتة اللي هي T-0 بس عايز أقول حتة زيادة شوية في دالة الاستهلاك الجزئية اللي أنا هكلمها فيها زيادة في دالة الاستهلاك إني بضرب مل حد الاستهلاك في ال-Y-D ال-Y-D اللي هو ال-Y-T-0 يعني عايز أقول إن دالة الاستهلاك بتاعتي اللي هي ال-A زائد ال-B اللي هي مضروبة في ال-Y-D مش هتبقى Y دي بقى هشيل ال-Y دي وحط بدلها ال-Y ناقص T-0 خلاص طيب لما جاي دلوقتي وأقول ال-A زي ما هي هي زائد ال-B في ال-Y بال-B-Y بعد كده ال-B في سالب T-0 بسالب B-T-0 طيب المقدار بتاع دالة الاستهلاك هشيله كله وأعوض عنه في معادلة الدخل القومي يعني هشيل ال-C وحط ال-A المعادلة دي كلها في معادلة الدخل القومي وبعدين هشيل ال-I وحط بدلها قيمتها وال-G وحط بدلها قيمتها على النحو التالي أهي يبقى إذن ال-Y بيساوي إيه يا شباب بيساوي ال-A زائد ال-B-Y أهي ناقص ال-B-T-0 اللي بتاع دالة الاستهلاك حطيتها زي ما هي بعد كده زائد ال-I-0 زائد ال-G-0 إيه الخطوة اللي بعد كده هجيب ال-B-Y اللي هي هنا في الطرف معهم وحط ما حطها مع ال-Y يعني جمع ال-Y كله في طرف واحد يبقى ال-Y هي زي ما هي ناقص ال-B-Y جبت لها ناقص ال-B-Y ليه لأن ال-Y هنا موجودة في اليمين هو ديه هناك مع ال-A مع ال-Y كله في طرف واحد يبقى Y ناقص ال-B-Y الكلام ده بيساوي بيساوي إيه الطرف اليمين اللي هو كله سوابت اللي هو ال-A ناقص ال-B-T-0 زائد ال-I-0 زائد ال-G-0 بعد كده إيه الخطوة اللي بعملها هاخد ال-Y عامل مشترك طب لما اخد ال-Y عامل مشترك يبقى Y عامل مشترك إيه اللي فضل من ال-Y الأولانية فضل منها ال-Y وإيه اللي فضل من السالب بي-Y فضل تفضل لي سالب بي يبقى لما باخد Y عامل مشترك هيتفضل افتح قوس واحد ناقص ال-B الكلام ده كله بيساوي الطرف اليمين اللي هو السوابت كما هي مفيش فاتغية طيب دلوقتي إيه اللي أنا أعمله هأقصم الطرف اليمين وأقصم الطرف الشمال على القوس اللي هو واحد ناقص بي طيب لمقسم دوت على واحد ناقص بي هيتفضل ليه أهو بوسوا معي هيتفضل نقول ال-Y بيساوي واحد على واحد ناقص بي افتح قوس ال-A ناقص ال-BT0 زائد ال-I0 زائد ال-G0 طيب كلام جميل جدا أنا دلوقتي عايز أعمل إيه أنا بقول أن أنا عايز أجيب مضاعف الضرائب السابت طيب يعني إيه مضاعف الضرائب السابتة يعني حجم التغير في الدخل القومي حجم التغير في الدخل القومي نتيجة للتغير في مين نتيجة للتغير في الضرائب السابت طيب رياضيا الكلام ده بنقول إيه حجم التغير في الدخل على حجم التغير في الضرائب السابت رياضيا بنقول إيه بنقول إن أنا عايز أجيب تفاضل للدلة دي بالكامل عايز أعمل تفاضل للدلة دي بالكامل بس التفاضل اللي أنا هعمله هعمله إيه تفاضل جزئي تفاضل إيه تفاضل جزئي عشان نبقى فاهمين إحنا هنعمل إيه وأنا عايز أجيب تفاضل جزئي لدالة الدخل القومي عشان أجيب قيمة مضاعف الضرائب السابتة اللي هو بيعبر عن مقدار التغير في الدخل القومي نتيجة للتغير في الضرائب السابت طيب تعالوا نعمل تفاضل جزئي كده للدالة دي بالكامل طبعاً دلوقتي المقدار اللي عندي دي في البداية اللي هو 1 على 1 نقص به ده سابت والمعروف أن السابت تفاضله بصفر ولكن أنا مقدرش أقول عليه أنه هو دلوقتي بصفر لأن المقدار دوت اللي هو 1 على 1 نقص به بالرغم أنه هو رقم أنه هو مقدار سابت اللي أنه مضروب في القوس طالما مضروب في القوس أسيبه زي ما هو يبقى السابت طالما مضروب أو مقصوم يترك كما هو طب تعالوا بقى للقوس ذاته نفتح القوس كذلك نشوف القوس ذاته اللي هو عندنا اللي هو بيساوي A نقص B T 0 زائد I 0 زائد G 0 خلاص ده القوس بتاعي هل القوس ده فيه الجزء اللي فيه T 0 نقوم بتفاضله والجزء اللي ما فيش فيه T 0 يعتبر سابت وتفاضل السابت بإيه بصفر يبقى G 0 دي تفاضلها جزئيا بكام بصفر تفاضل I 0 بصفر الإيه بصفر ليه لأنها ما فيش فيها أي ما فيش أي جزء من هذه السوابت لأن هذه هي مجرد سوابت والسوابت تفاضلها بصفر يبقى دلوقتي الدلة دية أو القوس ده بالكامل لما جاء فاضله بالنسبة للT 0 طلعلي بكام هيطلع في النهاية بسالب B سالب B ليه لأن الجزء ده بس هو الجزء الوحيد اللي فيه T 0 يبقى الجزء ده تفاضله بإيه بسالب B السالب B هضربها في المقدار الخارجي اللي هو واحد على واحد نقص B هحصل على ناقص B على واحد ناقص B على اعتبار أن أنا قلت أن الدلواتي ده سابت ولكن هذا السابت مضروب يبقى لما بجيب تفاضل الدلة دي كلها بالنسبة للT 0 بحصل في النهاية على سالب B على واحد ناقص B وهي دي قيمة قيمة مضاعف مضاعف الضرائب الثابتة يبقى مضاعف الضرائب الثابتة اللي هو MR بيساوي سالب B على واحد ناقص B اللي هو يعني سالب الميل الحدي للاستهلاك على واحد ناقص الميل الحدي للاستهلاك وبقول ايه وبقرر هذا الكلام في الاقتصاد المغلق المال في الاقتصاد المفتوح في الاقتصاد المفتوح هزود في المقام ال-M اللي هو الميل الحدي للإستيراد يبقى لو نلاحظ بشكل سريع المعادلتين زي بعض بالضبط هنا ال-M-R في الاقتصاد المغلق سالب B على 1 نائس B وهنا سالب B على 1 نائس B بس زائد مين زائد M يبقى إذن الفرق بين مضاعف الدرايب السابقة في الاقتصاد المغلق ومضاعف الدرايب السابقة في الاقتصاد المفتوح إننا بزود الميل الحدي للإستيراد في المقام ونشوف دلوقتي مثال على المضاعف الضرائب السابت نبص كده في المثال بيقول لك يفترض أن حكومة إحدى الدول قررت زيادة إيرادتها من الضرائب بتاعة الترخيص بمقداره بعمية مليون دولار فإذا علمنا أن الميل حد الاستهلاك 75% والدخل التوازني الحالي قبل فرض الضرائب 6000 مليون دولار المطلوب واحد أوجد قيمة مضاعف الضرائب السابتة اثنين الدخل التوازني الجديد هنقول أول حاجة قيمة المضاعف إحنا عارفين قيمة المضاعف اللي هو سالب الميل حد الاستهلاك على واحد ناصر الميل حد الاستهلاك يعني بيساوي سالب 75% اللي موجود عندنا في المثال على واحد ناقص 75% طب واحد ناقص 75% اللي هي كم يعني 75% طيب يبقى سالب 75% تقسيم 25% يعني بيساوي سالب 3 المطلوب الثاني اللي هو دخل التوازني الجديد طب أنا عشان أجيب الدخل التوازني الجديد لازم أجيب التغير في الدخل يعني دلتا وي طب الدخل يغير في الدخل بيساوي ايه بيساوي قيمة المضاعف في قيمة الضرائب اللي هو احنا ايه افترضناه يعني دلتا وي بيساوي ايه اهو يبقى دلتا وي بيساوي قيمة المضاعف ضرب دلتا تي زيرو التغير اللي حصل في دلتا تي زيرو طب الامي ار بيساوي سالب 3 والدلتا تي زيرو بكام ب400 يب فالدخل التوازوني الجديد بيساوي كم؟ الدخل التوازوني الجديد هيساوي الستة لاف اللي هي الوضع التوازوني الحالي ستة لاف ناقص التغير اللي حصل في الدخل الوسيلة الف وماتين يعني الكلام ده في النهاية يساوي أربعة لاف وثمانمائية